مش هنقول عليه مجرد لقاء استعراضي كل اللي في الملعب فورموتهم كويس وكريم بنزيمة النجم الفرنسي 30 سنة لسه جاي من نهاية الشامبيوز ليج والفوز على ليفربول والبحث دائما وابدا عن المتعة ستكون هي عنوان للمشاهد من متابعة اللقاء ومتابعة نجومه الكبار باللون الازرق النجم الكبير كريم بنزيمة وفريق نجوم زين ونجوم العرب باللون الاحمر نجوم العرب عندنا مؤيد محمد اللعب الاردني في الملعب ومعانا الليبي إبراهيم مجبري أيضا في الملعب كريم بنزيمة نجم اليون الفرنسي والذي انطلق من 9 سنوات إلى فريق ريال مدرين قدم كل ما يجب أن يقدم فاز بكل شيء على مستوى الأندية في العالم نعم ما بين الدوري والكاس والسوبر ما بين دوري أبطال أوروبا أربع مرات كريم بنزيمة كان هناك جدل كبير حول نسبة التهديف وإضاعة الفرص لكن في النهاية لا غنى عنه فقد سجل تاريخيا 275 هدف في 579 مباراة أمامنا أسطورة حية من أصول عربية جزائرية نشرف بها تماما نشرف بها تماما ما فيش كلام هذه على طول ضاغط فريق زين وصالح حيدر اللاعب الدولي الكويتي ولاعب فريق خليج الكابلات وهدف الدوري الكويتي لكرة الصلاة تعمل على طول ضغط عالي مباراة تلاقوها كتير غريبة من مباراة رسمية أكتر منها مباراة استعراضية كل اللي في الملعب لعيبة كلهم حريفة كلهم لعيبة كبار بالفعل تاني على طول محمد الرحومة كان لسه بيلعب من شوية محمد الانطلاقة تاني من جديد تروح من تاني الى صالح فاضل لعب فريق جاستي كلين الى كريم بن زيمة النجم الفرنسي الكبير واللي هيغيب عن فرنسا في كاس العالم عارفين المشكلة والتصريح الناري اللي كان قاله على ديشام وعدم اختياره من قبل وعن العنصرية وعن آخره بعداته كتير عن المشاركة مع المنتخب وإن كانت تضمن معه إيري كانتونة النجم الفرنسي والأسطورة الفرنسية لكن في النهاية كريم بن زيمة عندنا مين قدنا؟ كريم بن زيمة عندنا المنوغة والمرور ووقوف لعيب 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 ومن عشر سنين كان رايح برشلونة يا جماعة قبل ما يروح ريال مدريد كان رايح برشلونة وعمل الكشف الطبي لكن قال لندر كرم في الحوار الكبير قبل اللقاء هنا على قناة الكويت الرياضية قال له ريال مدريد عندي في القلب ومن زمان من زمان ريال مدريد في القلب نجم اليهن الفرنسي ونجم ريال مدريد الأسباني بطل الدوري 33 مرة في فريق ريال مدريد بطل الكاس 19 مرة بطل السوبر 11 مرة بطل أبطال أوروبا 13 مرة كريم بن زيمة انطلق وتقدم عدوا مروا وفات وفرصة هدف أول ولكن راحت 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 آخر بطولة فاز بها الميرينجي سجل من خلالها هدف في مرمى ليفربول كان في كييف من أيام قليلة حاولت المرور عدوا مروا وفات ولكن إنقاذ من عضاي الصيفي النجم الأردني هذه عضاي الصيفي لعب السلمية الكويتي يضغط على طول تروح لكريم بن زيمة جاي يلعب جاي يلعب مش جاي الضايف بيلعب بجد هذه بن زيمة تسلم مستلم لعيب يا ولد يا ولد يا ولد حلوة 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 من صالح فاضل يا سلام يا صالح بعدها تخد جميلة على طول تتلعب تروح لابراهيم مكبري من ابراهيم إلى مؤيد محمد الليبي بيدي للأردني للبحريني للعراقي وتحية الوحدة العربية هنا في دورة الروضان بعد تظاهرة رياضية عظيمة وجميلة بالأمس كان سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر المبارك الصباح يتصدر المقصولة الرئيسية وفي الملعب المهندس مرسوق الغانم رئيس مجلس الأمة وتقدم عبداللطيف الروضان أمين عام مجلس الوزراء صنع هدف وسجل هدف وكان هذا هو الهدف ورأس رأس خالد الروضان سجلت عبدالله ناصر الروضان رئيس اللجنة المنظمة العليا وكل فريق العمل قدموا قدموا جهد جابر حتى تصل الصورة اللي حضراتكم شايفينها أمامكم الآن كاريم بنزيمة تبديلات على طول بينزل دلوقتي لاعب العراقي رافض حميد لاعب فريق بنكو بوبيان تفرجوا عليها جماعة رقم 6 باللون الأحمر أدي كاريم بنزيمة عدو مرة وفاة تشوف الرغبة يا لا 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 تبيلعب بجد تبيلعب بجد الجد تبيلعب بجد الجد ما بيعرف هزار ما بيعرفش هزار ما بيهزرش كاريم بنزيمة يا جماعة كاريم بنزيمة موليد شهر ديسمبر سنة 87 موليد شهر ديسمبر يعني برج القوس برج القوس يعني جريب يعني مقدام يعني كريم يا كريم يا تقدم كاريم بنزيمة شوفوا الانطلاقة اختراقة وانطلاقة يأتي بالاستفاقة أعدى ومروا وفات وفي الآخر شهد بيعدى بيفوت هيباصي لها يشوت وتوت توت توت كمهور المرنجي في كل حتة وهنا عندنا في الكويت مبسوط ربط ريال مدريد موجودة مش بس في الكويت في الوطن العربي كله عشاق النادي الكبير موجودين في كل مكان ناديهم كبير ناديهم عظيم ناديهم هو نادي القرن في أوروبا ناديهم الأكتر حزدا للبطولات والإنجازات خاصة في البطولة الأهم دوري أبطال أوروبا 13 مرة منهم 3 مرات متتالية بقياة زين الدين زيدان أدي كريم بن زيمة بيقول إن زيدان هو اللعب الأعظم بالنسبة له وبيعتبر رونالدو صاهرة قيمة كبيرة ورونالدو كريسيانو وتخد من تاني شوف هو اللي بيقود فريق زين بشكل جميل وممتاز عضاي الصيف النجم الأردني عضاي الصيف على طوله تحضير شهيل عفو شهيل ولكن براوه حارس المرمى محمد الأزيم محمد الأزيم إلا بن زيمة استلم بالشمال يراوه باليمين فنت تاني جميل وهو عنده 16 سنة خد بطولة أوروبا تحت 16 سنة مع منتخب فرنسا وهو تحت 16 سنة اتباع ب35 مليون يورو وعمره أقل من 21 سنة إلى فريق ريال مدريد تقل الريال مدريد مع انتقال كريسيانو رونالدو وحضرت القيمة الكبيرة للنجمين الكبيرين مع النادي الكبير تاني على طول ضغط على الهزيم هداي الصيف بيضغط وفهد الهاجري لأ منتخب الكويت كستوبر وكباكيمين لعيب دولي لأ ورصيد كبير مع المنتخب الكويت بن زيمة يعود للخلف لتلكم ماتش كورة ماتش كورة مش مجرد مباراة تعرضية مش مجرد حد جاي بيتم دعوته المهرجان وخلاص كريم بن زيمة النجم الفرنسي الكبير يحضر اللقاء كتاني مباراة حلم للدورة تسعة وتلاتين جماهير ريال مدريد في فرح في سعادة في أغاني وأهزيك ودخول الحياة ومراصم دخول كريم بن زيمة كانت أكتر من عظيمة والجمهور تفعل شوف العراء ده بص ده ده حدوته بأ ده قصة تانية ده 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 قيل يا لعيب لعيب رابدوه تراقبوه شوفوا رافد بيعمل ايه رافد العراقي عاشق عاشق نجهة أكرم مسيقار الغرب وهو مسيقار الغرب في كرة الصلاة رافد تروح على طول فانتقل إلى ناصر العلبان لعب كي آي بي أغسى اليمين على طول استلام يا السلام على عودية الصيفة يرجع ويدغط يا ولد يا ولد يا ولد مليون دولار انتقل بهم هذا اللعب الكبير انتلاق التاني من جديد وحاوله مستمرة مصطفى بكاي ايضا مصطفى بكاي لعب باي فاتورة ولكن تتقطع وتروح إلى عبدالله الحسون لعب فريق حسين الرومي فرق اللي بتشارك في البطولة تم اختيار لعبين منها قدي عبدالعزيز الهاجري من بي ام بي دابليو لعب نادي الكويت في كرة الصلاة 22 سنة عبدالعزيز تقطع التاني على طورة التحول إلى لجوم العرب لجوم العرب محمد عبدالرحمن لكن تقطعت راحت كريم بنزيمة 3 على 2 3 على 2 فرصة تاني فرصة تاني يعدي يقف يأجل من بين الأقدام عودي الصيفي يا سلام يا عودي يا سلام يا عودي تلقة تاني لرافد المعلم معلم والله ضاعت وراحت مباراة جميلة ممتعة مباراة جميلة ممتعة المباراة خلتنا نعيش الكورة مش عايشين كريم بنزيمة بس مش كريم بنزيمة بس والله هو برضو متعة موجودة يدخل رافد قال له خلاص سبتك في الولا خدف التانية أي إصرار أي رغبة أي تحدي نعم الكل يرفع شعار ما في حد يا والد يا والد يا رافد يا لعيب لعب فريق بنكو بوبيان واحد للفرق الجامدة اللعب العراقي رافد حميد قدي كريم بنزيمة جاي يلعب يلعب 9 دقائق النجم اللي قال عنه زيدان ان اللي ما يحبش بنزيمة يبقى ما بيحبش كرة القدم اكبر داعم لي زيدان واكبر مؤمن بقدراته هو زيدان اختلف عنه ما اختلفه زيدان لم يختلف حتى مع فورنتينو بيريس رئيس النادي كان زيدان يدعمه باستمرار والرجل اصلا بيريس ايضا يدعمه باستمرار قال ان زيدان لما استقال انا اتفاجئتي بها وانا في الطيارة على تليفوني المحمول لا كنتش اعرف انه يستقيل ويترك المرنجي تاني على طول تحضير تصوير ولكن ضمد قوي حرص المرمى محمد العزيم تاني على طول كريم منزيمة واحد على واحد واحد على واحد جزائري اصول جزائري يا ولد اصول جزائري يا ولد جزائري يا ولد فرنسيا يا ولد بيريس يا ولد نعم نجم المرنجي النجم الكبير كريم منزيمة يسجل تاني اهدافه مهاجم كل الدفاع يخافه كريم منزيمة بيقول ان ناير هو احسن حارس مرمى عنده ناير النجم الالماني وقال ان راموس هو افضل مدافع في العالم عنده وقال ان النجوم الكبار زيدان ورونالدو الظاهرة وكريستيانو هم الافضل في العالم عنده خدمة توصيل الطلبات للمنازل حضرة كريم بنزيمة ودوره الكبير مع المرينجي ومع كريستيانو رونالدو ان تحصل اربع بطولات دوري ابطال اوروبا لهو شيء عظيم انطلاق تاني على طول محاولات قائمة ناصر العلبان تحضر تاني من جديد عضاي الصيفي بيعمل اداء كان مصطفى بكاي يا سلام يا مصطفى تاني على طول الى كريم بنزيمة يضغط بقوة الى ناصر العلبان والثالث والثالث يا سلام يا ناصر يا سلام يا ناصر احد الشبان الموهوبين لعب فريق كي اي بي بنك الاتمان هنا في دورة الروضان واحد وعشرين سنة ولعب السلمية في كرة الصلاة ينتهي معها الشوت الاول ثلاث اهداف مقابل لشه فريق نجوم زين عالم جميل بكريم بنزيمة يتقدمون بتلت اهداف مقابل لشه العزيز بسامة لمزيمة اليك الميكروفون نعود اليكم مشاهدين الكرام مع مطلع الشوت الثاني لقاء جميل كما وعدكم وعدتكم دورة الرضان 39 في لاعب الدول العالمي كريم بنزيمة وفريق زين بقيادة بنزيمة وفريق العرب بقيادة عدي صيفي الروح حق العرب الروح حق العرب كابتن عدي ها ش بتسوون الله يسيدك ما ينفع الحدي هي اكيد انت عارف يعني وبرات اليوم وبرات تلاعب كبير مثل بنزيمة ان شاء الله الجمهور استمتع في الاداة الشوت الاول ان شاء الله الشوت الثاني بنكون افضل وخليهم يستمتع اكثر ونشكر اخواننا في دورة الرضان على هالمهرجان الكثير حلو واتمنى لهم التوفيق في قابل الايام ان شاء الله عبي بقلبي يا استاد عودي هذا تصريع الاستاد عودي والروح حق الكابتن شونك يا باي الحمد لله بخير يا طيب على راس الله ش بتسوون الحين والله ان شاء الله راح نعترف تمباراة استعراضية ومباراة مهمة خيرية طبعا نشكر المنظمين على هذا التنظيم الرائع مساء الله سمع تعالى يوفقهم في البطولات الجاية ان شاء الله نشوف هنوفق علي اللعب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والحين في اه نروح حق فريق زين ونحاول بعد ما عندهم خطة ولا هنين عندهم خطة نحاول اللي تقين ها ش بتسوي عبدالله حسون ش بتسوون ش عليه صانعت صانعت قول جميل لا الحمد لله فايزين 3-0 اعتقد والحمد لله القادم افضل ان شاء الله ان شاء الله هلا حبيبي ما سمعتك قاع يقولون يمكن يحطوه لك هدف هدف الحسون ولا بيتحطوه عالعموم يحطيك العافية على السادة كبد حبيبي حبيبي الله يعمل الحبيبي الحبيبي بيحطوه نقول لك الحين مرة سانية نعود اللقاء اعزائي المشاهدين واحداث الشوت الثاني من هذا المهرجان الكرو الكبير من هذه التظاهراء الكروية الجميلة من هذا الحلم الذي اصبح حقيقة بحضرة نجوم واساطير كرة القدم في العالم كريم بن زيمة النجم الفرنسي الكبير ونجم ريال مدريد حضر هنا الى دورة الروضان شوت الاول 3-0 مقابل لشيء سجل كريم بن زيمة هدفين من الاهداف الثلاثة نجوم العرب في مواجهة نجوم زين عالم جميل بقيادة كريم بن زيمة عدي صيف يقود نجوم العرب النجم الاردني الكبير لعب الشباب الاردن والشباب السعودي والزفرة الاماراتي وسكودا اليوناني والكي القبرصي ولاعب المنتخب الاردني واحد اللاعبين المهمين في كرة القدم الاردنية كريم بن زيمة النجم الفرنسي لن يشارك مع فرنسا في كأس العالم كريم بن زيمة فرنسا تلعب مع أستراليا وبيرو والدنمارك بدون كريم بن زيمة وهو يلعب مع المرينجي هناك في أسبانيا وأسبانيا ستلعب مع المغرب والبرتغال وإيران في كأس العالم شوت التاني بالأزرق فريق بن زيمة فريق نجوم زين عالم جميل باللون الأزرق إلى اليسار وباللون الأحمر فريق نجوم العرب معاً وأحداث الشوت الثاني أمامية على طول إلي عودي صيفي لكن تهرب منه كريم بنزيمة من موليد بورج القوس وصفات موليد بورج القوس إنه بيكون جريء وإنه بيكون كريم وإنه بيكون حنين ورقيق يعشق المطر والضباب ويعشق الشتاء وبنزيمة والمرينجي حبناه في الصيف وحبناه في الشتاء تحضير تاني من جديد الله 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 هدف أول لمنتخب العرب إبراهيم مكبري لعب فريق الأهلي الليبي أهلي بنغازي يسجل الهدف الأول برابو إبراهيم تصبح النتيجة 3-1 قد التحرك الجميل من عداي الصيفي عده كويس أوي عداي وعملها لإبراهيم مكبري اللي يسجل الهدف الأول تنتقل على طول إلى صالح فاضل لعب جاستي كلين واحد من أفضل لعب البطولة تاني على طول ماتوعة تحاول إلى محمد رحومة لعب الفريق الليبي منه على طول إلى مؤيد محمد لعب فريق حمادة مؤيد محمد هذه مؤيد لعب كويس أوي مؤيد شهرته سيكا شهرته سيكا هناك في الأردن حرص المرمى على طول سيد محمد تروع إلى كريم من زيمة يوقف على كرته المهارة الجميلة فنتاته يا مهاراته يا حركاته لكن ضاعت راحل تنتقل على طول نحل عكسية منول إبراهيم مكبري إبراهيم مكبري فرصة تاني فرصة تاني مسيطرين مصرين نعم 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 بالهدف التاني بسجلين يا سلام يا مؤيد يا سلام يا مؤيد مؤيد محمد لاعب فريق حمادة ولاعب فريق نجوم العرب النهاردة بيسجل الهدف التاني تصبح النتيجة ثلاثة اثنين شوط أول كان لنجوم زينبك للساح وكريم من سيمة شوط تاني نجوم العرب يدفع عن سمعة العرب في الشوط التاني ويتقدمه بهدف تاني جميل صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعاية ممتلئة عن آخرها طورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان النسخة تسعة وتلاتين سيد عبدالله تصويب تاني على طول ولكن ولكن إلى ضربة المرمى من كريم مأزيناتي نزل كريم المهاجم الأسمراني هو صديق ورفيق لكريم بن زيمة وجاي معه الحياء عمل بس كويس في مكان جميل لمحمد رحومة بربا محمد عمل فنت كويس قوي لإبراهيم مجبري لمحمد الله 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 بالتلاتة عودة العرب عودة العرب وأي عودة برافو محمد رحومة لعب فريق الاتحاد الليبي رغم أنه لعب ماتش قبل هذا اللقاء مباشرة ونجح في الفوز الحقيقة لكن بيسجل هدف جميل 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 بيمينه على شمال حارس المرمى محمد الهزيم تلاتة 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 كريم بن زيمة عربي جزائري أصوله جزائرية مسلم جميل لا يترك فرد إلا ويصليه والصيام ما في مباراة لعبها إلا وهو صايم إذا كانت الظروف وقبل كاس العالم في البرازيل أيضا رفض الإفطار وأصر على أنه يكون صايم انطلاق من تاني كريم بن زيمة قلت لحضراتكم يقرأ القرآن يوميا ويقرأه قبل المباريات بل قبل التدريبات يشعر بالراحة النفسية ويشعر بالرضى دائما وأبدا ودعاء الوالدين له دائما هو الحل الأمثل ليكون في حالة ثقة وهدوء وطمأنينة دور زيدان معاه في ريال مدريد دور عظيم لا ينكره أحد زيدان قال اللي ما يحبش بن زيمة يوم ما بيحبش كرة القدم كنايا بن زيمة مش بس حريف يلعب برجليه ده تحركاته من غير كرة لها دور عظيم مع كريسيان ورونالدو وتفريغ المساحات لزميله عدي الصيفي نجوم العرب يقدموا عرضي جميل قوي 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 في الشوت التاني تاني على طول انطلاقة عدي الصيفي عدي عدوا من رفات يا عدي العيب يا عدي العيب عدي الصيفي النجم الأردني اللي تباع بمليون دولار لفريق سكودا اليوناني في عام 2011 يتقدم بالهدف الرابع وتصبح النتيجة 4-3 4-3 برافو عدي 4 أهداف في الشوت التاني دفعة واحدة تراجع أداء فريق زين عالم جميل في الشوت التاني نشوف مع بعض نشوف مع بعض من مسافات بيحاول يطلع ويصوب محمد الهزيم حارس المرمة مع نادي اليوم في فرنسا خد الدوري أربع مرات وخد الكأس مرة وخد السوبر مرة لكن مع ريال مدريد خد الدوري مرتين خد السوبر مرتين خد الكأس مرتين خد أبطاغ ربا أربع مرات السوبر ثلاث مرات كأس العالم للأندية ثلاث مرات في دواء ثلاث دول مختلفة في اليابان والإمارات وفي المغرب كريم بنزيم حق إنجاز فردي لم تحققه دول مش أندية انطلاقة من تاني ياه هو ده كريم هو ده كريم زيناتي اللي جاي معه لعب مع الشوق التاني أصبحت النتيجة أربعة ثلاثة يا ولد العيب يا ولد إيه المهارة العالية دي إيه الكلام الكبير ده أدي رافد يعدي يمر يقف حط الكرة تحت رجله كويس قوي 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 يا سلام يا رافد تاني على طول تحرك في الوقت المناسب يقدمها فريق نجوم العرب ويقدمونا الكرة الحلوة وإن شاء الله دعواتكم كلكم للعرب في كاس العالم مصر ستكون حضرة والمغرب إن شاء الله حضرة وتونس حضرة والسعودية حضرة دعواتكم للدول العربية كلها بالتوفيق إن شاء الله ودي تدخل عدي الصيفي لكن ضربة ركنية لكن ضربة ركنية كريم بنزيمة صاحب أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة كان بعد 21 سنية كريم بنزيمة هو اللي سجل هدف رقم ألف في مسيرة المرينجة في البطولات الأوروبية كان في عام 2014 بنتيجة 5 واحد على بازل السويسري كريم بنزيمة سطر لنفسه وبيأحرف من زهب تاريخ في النادي التاريخ تاريخ في أفضل أندية كرة القدم على مر التاريخ المرينجة نعم كريم بنزيمة واحد ممن صنعوا القيمة الكبيرة لنفسه من خلال تواجده في المرينجة ومن من صنعوا إنجاز جميل للمرينجة ضمن عديد النجوم على مر التاريخ يبقى الدون كريسيانو رونالدو هو الرمز هو الأكتر شهرة في تاريخ النادي الكبير بعيداً عن ديستيفنو وما قدمه رونالدو الظاهرة وزيدان وعديد النجوم ورؤول رؤول جونزالس عدى كريم بنزيمة في شوط التاني لكن اتقطعت وراحت قال لمستوى فرت زي في شوط التاني شوف المهارة اللي عنده عملها من بين الأقدام والقدام بزكاء وحسن المتابعة وردة الفعل السريعة سجل في مرمى لبربول في النهائي النهائي اللي كتير مننا زعلنا لإصابة محمد صلاح لكن كتير بل كل عشاق المرينجي سعداء بفوز فريقهم لتالي دوري أبطال على التوالي كريم بنزيمة تاني يا حاسم يا حاسم هو حاسم هو جريه هو منطلق هو كريم قل عنه مشيت الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي شوف لما العيد بيقرر انه يحسم في فرق من الاستعراض او المهارة الشكلية الظاهرية وفرق بنعارف انه هو دلوقتي مغلوب خد القرار عدى ومر وفات راوغ بعد فنت وبعد كده شات نعم 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 بيعدي بيفوت بيباصي لا بيشوت توت 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 جمهورك في كل المعمورة مبسوط لا 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 مهارة ايه والثقة ايه يا ولد يا ولد يا ولد كتير محترفين موهوبين حضروا لعبوا في دورة الروضان اعتقد ان ما قدمه اعتقد ان ما قدمه هذا النجم الكبير النهاردة يقترب بل يفوق كل ما قدمه الاخرين طرق التايب متعنا عمور الامارات اقنعنا ابو تريكا كالعادة دائما وابدا بيمتعنا ويقنعنا حضر دلبييرو الاسطورة حضر انيستا الرسام وقدم فن جميل كذلك فابريغاس كل هؤلاء النجوم حضروا ديجو كوستا ابدع وتعلق بنزيمة يبدع يبحث عن هدف التقدم ولكن راحة طولة ضاعت وعدي الصيفي يؤدي اداء كبير ايضا في عز الصيف هو الموسم بتاعه بقى عدي الصيفي ما ده الموسم بتاعه في الشتاء قد يكون هناك احيانا بيات شتوي لكن في الصيف عدي الصيفي مستمر عدي عدي الصيفي اراه لعب الموسم كله لعب كل فصول السنة ينطلب فتقدم عدى عدي ويف على كورتو كويس تاني تحضير برافو برافو حارس المرمى برافو محمد الهزيم برافو يا محمد برافو يا محمد كريم بنزيماء من موليد بورج القوس زي ما قلت لحضراتكم تاني كريم بنزيماء كريم جدا طبع طبع موليد بورج القوس الكرم هو كريم جدا لدرجة اني تتضح او تمشي معاه مقولة اسرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب صافرت نهاية احداث الشوت تاني واقع المباراة بالفعل تنتهي المباراة بالتعادل حبايب ودائما حبايب عبدالله ناصر الروضان رئيس اللجنة المنظمة العليا مع حسين غارم مع كريم بنزيماء مع تعليمات ومع مراسم الختام بعدما كانت هناك مراسم تاريخية والكأس كأس دور الابطال كانت حاضرة في صولة اتفصالة الروضان كانت لقطات تاريخية في واحدة من المباريات الجميلة اللي عشناها مع دورة الروضان وشوفوا المرنجي وشوفوا جماهيره وشوفوا تفاعله رغم احيانا البعض كان بيزعل من بنزيمة بيضيع فرصة لكن شوف شوفوا الحب شوفوا العشق شوفوا روحه الجميلة بص 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 صالح حيضر هداف الدوري وفهد الهاجري ولاعب المنتخب ايضا الكويتي كل هؤلاء شوفوا الحب منه لزميله شوفوا الابتسامة شوفوا البصة فيها فيها كتير من الصراحة والوضوح هو جزائري الاصل زي ما قلت لحضراتكم والجزائري دايما قلبه كبير وجميل وجامد ويتحمل اصعاب ويتحمل اصعاب تحياتي احمد الطيب نعود من جديد الى الصالة نعود الى اسامة المزعل ولقطات ايضا الختام مباراة جميلة بين فريق الجباريت لشركة بورغر كينج وضد منو ضد العود كريم بن زيمة عدي صيفي وايضا كابتن كبير معنا ها ها دكتور ها جاهز ها جاهز جو طويلة الى عدي صيفي كريم بن زيمة بن زيمة الى 14 مانع حافظ اسمه الى تقطع تباريت ما رح يستكتون تباريت تباريت الى بن زيمة بن زيمة الى بن زيمة بعدي بن زيمة ما في غيره بن زيمة حلو سلام 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 مهاري عدي صيفي وقل قل 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 عن شباري اتأتي المبارات اتأتي المبارات اتأتي العافية اتأتي العافية شكرا شكرا و شي جميل شي جميل يعني شي حلو يا طي العافية حيوم حيوم شكرا 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 اتأتي العافية شكرا